كمين حلقتنا مشاهدينا وبينضم لإلنا دكتور ألاء مبيرزق واليوم ما رح نحكي عن الأحصنة أهلا وسهلا فيك دكتور هلو اليوم قررنا نحكي عن الخيول أو الأحصنة لأنه في كتير مشاهدين بعتوا على السوشيال ميديا أنه أمتي ما نحكي عن الأحصنة خاصة أنه هيدا الحيوان اللي هو الرفيق الأقدم للبشر واللي بيساعدوا بالأعمال حتى كان يساعدوا بالحروب يعني قلت نعطي عنه هيك لمحة حلوة صغيرة عن الأحصنة أوكي بشو منبلش بعالم الأحصنة بلش نحكي عن الأنواع أو منحكي عن العمر هيتنا نحكي أول شي كيف الدجن لحصان عم نحكي نحنا تقريبا أربعة تلاف سنة قبل المسيح الإنسان اكتشف هيدا الحيوان اللي هو لقيه أنه رشيء ونرفوز وقوي وبلش يدجنه كرميل يستعمله لأعماله اليومية وفعليا صار لحصان فعلا رفيق الإنسان من ثلاث تلاف سنة قبل المسيح يعني تقريبا عم نحكي خمس تلاف سنة هلأ نعتبر نحنا أنه الحصان إجمالا بعيش بين الخمسة وعشرين وثلاثين سنة أكيد في بعض السلالات النادرة جدا ممكن يوصل عمره للأربعين سنة بس شو حلو؟ هيدا الحصان هلأ رح نحكي عنه بعدين هيدا الحصان العربي تنكملت في صغيرة في عالم يسألوا كمان تاب الحصان أنتين بيحبل قدام بيحبل مزبوط عم نحكي نحنا فترة الحبل تقريبا بين 320 إلى 370 نهار حسب السلالة وإجمالا الأحصنين طبعيا بتحبل بفصل الربيع أو بفصل الخريف بغير فصل ما بتحبل منقدر تقريبا أنه عنا بحدود 59 مليون حصان بالعالم فوق 33% منهم موجودين بآسيا فوق 50% منهم موجودين بأمريكا والباقيين يعني 10% تقريبا موجودين بأوروبا بس بين الفرس مثلا والحصان بيكون في كتير اختلاف بالتصرفات بمدة العمر هلأ بمدة العمر جمالا لا بس بالتصرف أكيد بيبقى الفرس أو الدكر عفوا يبقى طبعه قوي وبيبقى نرفوز أكتر من الأنثة وإجمال الأنثة بتبقى قوية أكتر هلأ عسيرة أطباع الأحصنة الأحصنة فيها نقصمهم لتلات أطباع في منهم منسميهم هوت بلد يعني دمهم حامي كتير في منهم منسميهم كولد بلد يعني دمهم بارد وفي وورم بلد اللي هو السللات اللي متجاوزة بين الهوت والكولد يعني بس نقول حصان عربي هيدا يعتبر حصان هوت بلد لأنه معروف شايف بحاله بيدخل بالسبق رشيء نشيط يعني أنا ما بعرف عن الأحصنة ضغر توقعت يكون هوت بلد حتى في سللات إن كردت وفي سللات إن وجدت ليه عم أقول أنا سللات لأن الأحصنة طبيعيا كانوا موجودين بكذا منطقة وأكيد تدخل البشري صار يخلي الأصناف تتجاوز بين بعضها مش هك مثلا ممكن نشوف نحنا أنجلو أراب يعني يكون حصان إنجليزي ومجوز عربي أو أنجلو ألمان أو أراب و فرانسي هاو دي أحصنة متجاوزة بقلب بعضها بس اليوم حابي بخصص نتفي صغيرة حديث عن أشهر أحصنة بالعالم اللي هي الأحصنة العربية بس قبل ما ننتقل عليهم فينا نفسر للمشاهدين أكتر شو الفرق بين الأحصان وبين البوني هلأ البوني يعتبر من أصناف الأحصنة إذا عم نحكي نحنا علميا بس أكيد منعرف أن البوني هو حيوان صغير حيوان يستعمل بالمزارع لينقلوا قصص خفيفة للأولاد والأحصنة هي الحيوان اللي هو أكبر وهو بيبقى نشط أكتر نستعمله للسيبقات ونستعمله للأعمال بس هن يعتبروا أحصنة بس حجمة بدل نوعا ما صغير نوعا ما صغير الأحصنة العربية الأحصنة العربية تتقسم لثلاث أصناف أول صنف نسميه السكلاوي السكلاوي لأنه جسمه مسكول هيدا الأحصن هيدا هو يعني هيدا سكلاوي الأحصن بيبقى رفيع بيتميز بالطابع الأنسة والدكر والإنتية يعني اتنين شكلهم كتير ناعم نستعمله إجمالا بالمهرجانات نستعمله بالاستعراض بس نشوف يكونوا عم يعملوا مهرجانات بالبلدين العربية خاصة بالمملكة العربية السعودية أو حتى باللبنان بعنجر وبعلبك بس يكونوا عم يستعملوا بيكون الأحصن السكلاوي هلا في عنا الحصان الثاني اللي نسميه نحنا الكحلاوي أو اللي نسميه نحنا المكحل هيدا الحصان وجه مكحل عيونه مكحلين وجه حلو يعني بيضغي عليه الطابع الذكوري وهيدا كتير بيستعملوا اللي بيحبوا ركوب الخال خاصة بس تشوفون عم يعملوا ركوب الخال وبيفزوا على الخال هيدا طبعه شواء معضل أكتر شرس أكتر نرفوز أكتر منه شرس بقدر ما هو نرفوز أكتر بيحبوا يستعملوا بالأعمال الرياضية وفي عنا المعنكي هيدا الحصان بيستعملوا أكتر شي بسبقات الخال وأكيد في كتير سليلات منه هيدا الحصان كمان بيتميز بأنه هو حصان نسبيا ضخم هيدا مش معنكي هيدا بلجيكي بس تنقول المعنكي هو حصان بشكله قريب عليه أو لا؟ لا لا أبدا هيدا كان حصان بلجيكي المعنكي هو حصان ضخم نسبيا عيونه صغار تفاصيل وجه بتبقى أكتر بين خاصة من خيره وشكله هلأ نحنا منقول حصان عربي بس كمان اللي بيفهموا بالأحصنة ما بيجاوزوا حصان عربي مع حصان تاني يعني إذا بدون يجاوزوا سكلاوي بيحافظوا على السلالة وفي كتير مؤسسات وفي كتير جمعيات بتهتم أنه ما ننزع السلالات لأنه كل السلالة إلى ميزتها الخاصة حلو كتير نحنا رح نعرض بعض الصور وهيكا إذا فيك دكتر أنت تريد إنك كل واحد شو نوعه مظبوط أول صورة كنا عم نشوفها هيدا الصورة هيدا حصان بلجيكي هاودي الأحصن بنسميهم مبين حجمه كتير ضخم أكيد هون عم يريكدوا بس منهم معمولين أصلا للركض هاودي معمولين كرميل ليجروا عربات كرميل ليساعدوا بأعمال الحراسة يعني بأعمال الفلاحة هون كمان صنفتين من الأحصن الأوروبية البلجيكية شو حلو بس حلو كتير خاصة منشوف على إجراء الشعر ليه عنده على إجراء الشعر هيدا عيش بمناطق باردة جبلية بدي إليك بكي على السقعة على السقعة بيكونوا هاكي بيقدر يدفع مظبوط هون عم نحكي كمان عن حصان أكيد مبندق بين عربي وشي أوروبي منلاحظ أنه صار شكله شوي أنعم بس بعده يعني هيدا منسميه وورم بلد مانو كولد ولا هط ما بين بين هيدا حصان أكيد للإستعراضات بيستعملوا مثلا منشوفهم الحرس ببعض البلدين اللي عندهم أحصنة ممكن يستعملوا أصناف شبيهة بهيدا الحصان شكرا كتير إلك دكتور ألان هيدا شو؟ هيدا الحصان هيدا غريب هون حطيت كم صورة أنا لأحصنة سلالات غريبة هلأ بتذكرنا شوي بالحصان العربي بس هيدا منه حصان عربي هيدا حصان صوب أفريقيا كمان عنده أشكال هكي كتير ناعم وفيه كمان أحصنة إذا فينا نشوف الصورة هيدا حصان ما عنده شعر كمان هيدا سلالات قليلة جدا منحافظ عليها والأجمل على الإطلاق هو هيدا الحصان لهيدا سلالة لونة روز بقلت لونه بقى لونه زهر جدا هيدا أكيد سلالة مشغولة بين كذابريد اللي حصلنا على هيدا وآخر صورة اللي هي هيدا الشيء هيدا الحصان بأميركا حائز على الركور موديال لأكتر حصان معبض بادي بلدر هيدا بقى كمان هيدا سلالة نادرة جدا موجودة موجودة وين بأيا بأميركا بأميركا تذكرتها لأن الأميركين بحبوا كل شيء لأن الدخم حتى الحصان بأميركا بيجي معبض شكرا لك كتير دكتور ألا أبي رزق بتحب تضيف شيء عن موضوعنا لليوم لا بس أنا بدي أقول أنه ننتبه نحنا أنه الأحصنة العربية هي أحصنة مميزة جدا وخاصة أنه موجودة بمناطقنا وإذا بنطلع على البقاء في بعض الضياع عندها أحصنة عربية فيها نخلي أولادنا يروحوا يشوفوهم لأنه شيء كتير حلو والمميز من خلال الفكرة معك نصرنا على القليل نعرف أنواعه إنسان لما نشوفه نعرف كل واحد هو بشو بيتميز يا أهلا وسهلا فيك دكتور ألا نحنا أكيد منكم بانتظارك الأسبوع المكبل مشاهدينا فاصل أعلينا أصير ومنجح لحتى انتباه حلقتنا لليوم خليكن معنا موسيقى 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 موسيقى